اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ابشر والذي يعرض من على شاشة الايام المباركة مشاهدين الكرام مثل ما تشوفون احنا في احدى المواقع اللي حقيقة تبشر بخير واللي هي تتمثل بتطوير ساحة النسور هذا المشروع الكبير اللي مطلع بي وتنفذ وزارة العمار والاسكان بالتعاون مع الشركة الصينية اللي رح نعرف منه هاي الشركة ويجدت اشتغل شنو امكانياتها باش مشتغلة قبل بالاضافة لذلك اقرب بعضة العليقات مشاهدين الكرام يعني المواطنين يقولون احنا نتمنى ان الشركات الصينية تيجي تشتغلوا تسلموها مشاريع يعني كل اطراء ودعم وكذا وديشوفون اكو دقة بالانجاز وسرعة ونظافة ايضا وتسهيلات بالاضافة لانه رغم الزحامات لكن بتشوفون اكو المرور واقفين يشتغلون طريقة راقية جدا يقدمون خدمة كبيرة وكل ملتزمة وهذا فدمؤشر حقيقة الناس تريد عراق جديد عراق متطور مثل ما وعدناكم مشاهد الكرام بالحلقة السابقة صورنا جسر الحرية الرابط بين منطقة القريعات وكذلك الكاظمية المقدسة وشون انه هو هذا جسر للمشاهد ويقدم خدمات خصوصا ايام الزيارة المليونية الهدف هو كل فك الاختناقات المرورية هذا المشروع ايضا سيكون مشروع مميز باذن الله ليش مشاهدي الكرام مجسرين وثلاثة انفاق طبعا راح نتحدث ويالمهندس المسؤول استاذ علي مولود ويتحدث لنا عن هذا المشروع وهذه الاعمدة وكذلك التسهيلات التي تقدم الهم معاناتهم ربما ايضا دور رئيس الوزراء الى غير ذلك من الامور الشركة الصينية مثل ما قلت امانة بغداد التقاطعات اللي يصير اثناء العمل مجاري الكهرباء الى غير ذلك من الامور اللي ربما تعيقهم اثناء العمل مشاريك كثيرة 14 مشروع في نفس الوقت اللي يشتغلون بها 14 مشروع من اصل 19 موجودين بحي عدن كذلك موجودين بالمشن شالشية مجسرين مع القناة الجيش بالاضافة الى ذلك دورة سيدية طبعا هاي كلها جسور وانفاق باذن الله سبحانه وتعالى بالتالي هاي المشاريع راح تغير من وجه العاصمة ومو بس العاصمة ان شاء الله كل المحافظات العراقية وهذه حزمة من القرارات اللي اطلقها سيد رئيس الوزراء المحترم الاستاذ محمد الشاعي السوداني وشوكت في مطلع آذار 2023 وباذن الله سيتم افتتاح هذه المشاريع باذن الله في الربع الاول من هاي السنة 2024 وبالتالي مشاهدين الكرام هي دعوة للجميع من اجل التكاتف والتآذر بغيت تقديم يد العون والمساعدة لكل الجهات لكل الجهات اللي تحاول ان تصنع منجز احنا قبل بالفترات السابقة جنة نقول انه المفروض يصير هنا جسر اكو اقتناقات مرورية اكو اليوم ده نشوف الشركات نازلة وموجودة وده تحاول انه تصنع منجز لازم نسلط الضوء عليها اعلاميا حتى نقول شكرا لمن يحاول ان يصنع البسمة على وجه المواطن العراقي انتظرونا بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اهلا بكم الجديد مشاهدي الكرام مشاهدي الكرام يعني دور المرور جدا مهم خاصة في مثل هكذا ايام واكو تحويلات واكو كذا فاكيد راح نسأل سيد العقيد جواد كاظم وطبعا مشكور انه ونستفسر من عنده شنو دورهم ايش دايش سوون خلال هاي الفترة اه ماعرف داخلين بالانذار اه لو الامور طبيعية عندهم ماعرف السلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته سلام كيداني اشكرك جدا لوجودك هنا وايضا للخدوات اللي تقدموها لانتنشوفكم في كل مكان متوزعين اعدادكم ليست قليلة اه ولساعات متأخرة اه فماعرف يعني تشجوك اول شي بسم الله الرحمن الرحيم نشرف بقناتكم وكل القنوات اللي هي تخدم وتنطي الانارة الكاملة الى المواطن بالخدمات اللي موجودة حالي ارضم الساحة النسور اولا هذا واجبنا اول شي اضافة لذلك واجبنا على ضوء تعليمات السيد مع الوزير داخلية والسيد مدير مورو العام والسيد مدير مورو وغداد الكرخ بانشرافنا مع الاعداد الموجودين نخدم المواطن ونخدم الصالح العام خدمة للمصلحة العامة ان شاء الله باقيين ومستمرين وهذا واجبنا ان شاء الله الشيء اللي يرضي المواطن في ايصاله الى مكان عمله دائرته رغم الكثافة للمركبات الموجودة والأعمال الموجودة المؤثر على حركة السياق لكن بالتنسيق مع الشركة العاملة والمنتسبيين الموجودين تصريف الكثافة من جميع الاتجاهات الموجودة بساحة النسور وإن شاء الله مستمرين وهذا واجبنا خدمة للصالح العام تعاون المواطنين وإياكم الحمد لله وشكر لدينا تعاون ويتعاونون المواطنين خدمة للمصلحة العامة إن شاء الله وإن شاء الله مستمرين على قدم خدمة للصالح العام التحويلات الموجودة التنسيق من خلال الشركة الموجودة أكثر لأحيانا أنه تأثير المطبات أو المصادات الموجودة فنحاول نفتح قدر المستطاع في تصريف الكثافة من خلال تنسيق مع الشركة بإرجاع المطبات والتنسيق مع الكثافة الموجودة بتصريف من وقت مبكر وتوجه المواطن إلى دائرته بشكل مرضي إن شاء الله هذا المشروع شنو تأثيره الإيجابي على المواطن العراقي وعلى سير وحركة المركبة مشروع عملاق ومشكورة من أعلى جهة معينة باشرة بهذا المشروع إلى أصغر جهة هي خدمة للصاحة العامة لحتقللنا الزخم الموجود ضمن جانب بغداد الكرخ وتخفف الزخم ضمن الأنفاق الموجودة والجسور اللي تربط خط السير ما بين الفارس إلى النسور إلى القادسية إلى جميع تجاهها ساحة قحطان لحي أدي إلى تخفيف الزخم الموجود وتقلل من حتى الحوادث الموجود ومن خط السير الذهاب والإياب إن شاء الله ونحن واجبنا لحكون هو إشراف كامل والتنسيق خدمة للمواطن من يا ساعة موجود أنت يوميا؟ موجودين يوميا من الساعة مبكرة من الساعة بالستة وربع لحد نهاية الدوام الرسمي شفتين على قدمنا نساق إلى شفت المسائي ومستمرين إن شاء الله عندك فد رسالة توجهها للمواطن أو مثلا فد توصية معينة على اعتبار أنه أكثر من 14 مشروع في نفس الوقت يتم العمل بها أكيد يصير اكتذار هنا بديش المنطقة يحتاج تحويلات ش تقول لهم؟ ش تتوصيهم؟ ش تنصحهم؟ نحن مشكور المواطن لكن هسا نحن مشكور السيد مع الوزير الداخلي التفات بتعزيزنا بالأعداد الجدد المنتسبين والسيد مدير المورو العام والسيد مدير مبوخ داد الكارخ لكن ندعي من المواطن أنه احترام المنتسب الجديد يعني نباتي يأخذوا بالعين الزغيرة صراحة فنطلب أن المواطن هاي نقطة مهمة يعني وأكثر الأحيان يعني اليوم ملاحظة أنه أشهر لثلاثة أو ثلاثة آخر شي اجيت يقول لي ها ما شفت ما لاحظت فافرضنا عليه الغرامة في سبيل لا يعيد الكرة ويعيد الخطأ احنا مو إلا بالعقوبة أو بالغرامة وفرض الغرامة لا بالعكس احنا واجبنا هو خدمة الصالح العام وشو نقول تعاون قدما وساق على جميع الاتجاهات لخدمة المصلحة العام أشكرك جدا شكرا 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 لجهودكم شكرا 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 شات عقيد المرور جواد علي جواد كاظم جواد كاظم علي شكرا جزيلا لجهود الكرام هاي نقطة سريعة مهمة جدا ذكرها سيادة العقيدة انه المنتسبين الجدد المفروض يحترموهم يحترموهم يعني اخوان بصراحة انتو يعني اصحاب المركبات يعني اللب الغرامات لذلك المسيء غرموا المسيء حاسبوا المسيء اللي يحاول ما يحترم القانون حاسبوا احنا اليوم في عراق جديد عراق بأمل وتطور وفرح تذرونا بعد هذا الفاصل مساعد الكرام قبل ما نبدي بتصوير هذا المشروع ونلتقي بالمهندس المسؤول الاستاذ علي مولود اكفد نقطة كلش مهمة اريد ان اوح عليها اللي هي مسألة انه لمن يكون المسؤول اعلى سلطة بالدولة ورغم جلسات مجلس الوزراء ورغم مشاغلة ورغم يعني مهامة يومية الكبيرة والكتيرة واللي هي من مسؤولياته وواجباته واحنا نشد على ايده انه يستمر بعد اكثر واكثر زيان لكن نشوف هذا المسؤول شنو يجي ويتابع وين يتابع يتابع العمل في كل اوقات الدوام على غفلة يجي هذا المسؤول واخصه بالذكر هنا الاستاذ محمد شاع السوداني رئيس الوزراء المحترى وكذلك السيد وزير العمار والاسكان وكذلك الاستاذ مدير عام الطرق والجسور دائما يجون وكل المسؤولين اتمنى عليهم اي شخص الى علاقة هذا المشروع او غير مشروع انه دائما يزوره في اوقات مختلفة ليش الهدف من هذا شنو لمن رئيس وزراء يجي ويتابع عمل المشروع اولا دعم معنا ويلمن للشركات العاملة للمهندسين للمواطن نفسه يشعر انه المسؤول مهتم مو مجرد مشروع قبل لا اجي اتابع واشوف اقدم الدعم وايضا الشخص اللي مثلا مقصر في واجبه ربما احاسبه بطريقة او باخرى ها كلها نقاط مهمة حتى المواطني اللي يفوت منها بالسيارة يقول لك والله الرئيس وزراء البارحة بالليل شفناه جاي للمشروع ويأكد عليهم مو بسي شي يطلبوا من الاشخاص المعنيين جيبوا مهندسين عراقيين يتدربون من دول الشباب ما كوا من تخرجين جدد يتدربون بهذا المكان حتى صر عندهم خفرة طلب هذا الشي من عندهم بالتالي مشاهدين الكرام شكرا لكل من يفكر بهذه الطريقة شكرا لكل مسؤول يترك ميزة وكرسية وينزل للميدان يتابع العمل وفي كل الأوقات هذه نقاط كلش مهمة خليشوف هذا الفيديو ثم تضيفون يمكننا رسالة مرعبت ويادر ويقدر أتحرك كيف ستقوم بوضع اشترك أشترك أشترك كيف ستقوم بوضع ما هي المتفاصيل التي تنفذ هذه الشركة؟ هذه الشركة ممتازة وإن شاء الله شوئية شوية بعد تتطوروا بأحسن بأحسن ما قلتك مشكلة فنية؟ لا لا فنية مؤكدة نحن نريد أن نهندس على المهندسين من الجامعات من كليات الهندسة يجون هنا شوفون العمل والله أنا أفتخر وأنا أجل أعلمهم والله يا مهندس سعى زميدي بالمعبير صار اتباق مع موافقة معالي الوزيرة ثلاث مهندس سنوزحهم على هذه المشاريع نجون لنا معايشة ميدانية شوفون هذه التقنية والأساليب التنفيذ نحن جائزين بالتعامل معهم وشقد ما تبعثون نيجون نحن ندربهم وممستعدين وكما وجبة عمد؟ وجبة عمد نحن يوميا تقريبا 10 ساعات 10 ساعات نيشتغلهم ونطرح منهم داع الساعة داع الساعة ونطرح منهم داع الساعة حساني وجبة النهار وصبو حزق قبل شوية راح طول شكرا 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 رئيس آخر آخر طبعا شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 للكونكريت وبعدها وضع مادة عازلة أولى كانت صبت نظافة ووراها مانع صبت نظافة بها شيش بس يكون الشيش مالتها مو مثل هذا الشيش انه السمك مالتها قليل ووراها البي ار سي نسمي ووراها طبقة من اللباد تكون عازلة ووراها تكون مرحلة التسليح مثل ما تلاحظون ووراها تكون صبت راح تنصب الطريق هذا التسليح نوعية الحديد مستخدم نوعية جيدة جيدة جدا ونخاض على الفحوصات انه ما يدخل اي حديد ونخاض على الفحوصات وناجح بالفحص المختبري وهذا المفروض يكون عمقه شغل؟ هذا راح يكون عمقه ثمانية صافي ثمانية متر نعم لو شاهدين الكرام هناك تعارضات تمام هذا اعتقد بوري مي نعم شو انت تتعاملون الكثير من التعارضات شرحنا عن التعارضات كثيرة من ضمن هاي حتى اكو كهرباء وماء فانه تم التنسيق مع دوار الدولة وتم انه رسم المسارات البديلة فقط انتظار المباشر باعمال تحويل تلك التعارضات نعم وهي طول هاي لما يشيلوها يغيرون مسارها هذا لها فترة بس احنا الشغل ما لعلاقة بالتوازي دي يشتغل يعني يشتغل احنا دعنا نشتغل حاليا وبالاضافة انه راح يتبقى لأعمال التحوير اي وفعلا نكو مثلا الكهرباء اللو فولتج بدو بدو بأعمال التحوير التحوير للمسارات شنو هنا سياج هذا السياج هذا من كل نفق لا هذا السياج هذا الكم كريتي نعم هذا سياج النفق سياج النفق نعم بالتالي احبال اتمنى لكم كل التوفيق السادة علي وان شاء الله ربي يكمل هذا المشروع ويكون يعني حقيقة بارقة امل من اجل انه يتغير وجه العاصمة بغداد وكذلك تكون لكم ايضا اعمال اخرى مشابهة في المحافظات العراقية ان شاء الله ان شاء الله رح يكمل ضمن التوقينات المحددة ان شاء الله اهلا بكم الجديد مشاهدي الكرام انتقلنا من النفق وجينا وصلنا الى هذا المكان المجسر حتى حدثنا عنه المهندس علي مولود بسادة منين يبدي هذا وين ينتهي حدثنا عنه وهذه الأعمدة والعمل المجسر اللي حتنا عليه انه اللي يربط بين شارع الجواهري بشارع ديمشق تم انجاز جميع ركاز المجسر والبالغة 108 تم انجاز عدد 18 قبعة ركيزة تم انجاز سبعة اعمدة كصاب كاملة جاهزة تمت اعمال فوق الاعمدة اللي يسميه الكروس بيم الرباطات وباقي الاعمدة في طور اعمال التسليح اللي غرض الصب وتهيئة القلب والغلاص صبات نعم هاي الرباط هذا اللي يكون فوق العامود يسميه الكروس بيم يكون حامل الجسم الجسر الرئيسي نعم اللي يتعني عليه الروافد نعم نتسيلك على الدوام والشفتات شون موزعيها كم شفت الدوام هنا على مدار 24 ساعة بثلاث شفتات ثلاث شفتات لغرض سرعة الانجاز وضمن التوقيتات الزمنية المحددة نعم انا اشكرك جدا استاذ شكرا شكرا جزيلا الله يحفظك اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام مثل ما تشوفون هسا احنا رح نلتقي بالاستاذ بالعراق على السريع سموه سلام وهو اسمه كوا فسموه سلام وكوا كوا شون يعني حاط يعني مول تمام وراح يكون هنا المترجم ساد عباس حتى يترجمنا اجوبة الاستاذ سلام كوا رئيس هذه الشركة اعمال المنجزة شون اللي يدي يساوو شون رأي يعني الاسئلة اللي نحاول اللي نطرحها عليه حتى يكون المواطن العراقي على الطلاق كامل سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم اعمال السكك الحديد والبنى التحتية وتعتبر من اكبر الشركات العالمية في هذا المجال ممكن حدثنا عن هذا المشروع هذا المشروع هذا المشروع ما هي المواد المستخدمة في هذا المشروع هل هي بنوعية جيدة سلام عليكم 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 سلام bounty سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم المواطنين العراقيين وياهم هم كشركة، شوان يتعاملونوا يحيوهم، لوما متعظيم من عدهما أو يتعاملونوا يتعاملوا مياهما بطريقة محل ومثلت؟ حسناً، على هذا المشرك، جميع الناس العراقيين هم جميلة نحن نشعر بالامتنان للمشاعر الطيبة للمواطنين العراقيين تجاه عمال شركتنا وكذلك نشعر بالتقدير الخبير للمواطن العراقي للجهد الذي تقوم ببدل شركتنا من خلال العمالة الصينية والعمالة العراقية الذين يعملون بشكل مشترك وعلى مدار 24 ساعة وكذلك نقوم نحن بتدريب العمالة العراقية على التقنيات المستخدمة في هذا المشروع ومثلت تقنيات التقنيات، نحن نغطي العراقيين السؤال الأخير، الحضر تكسال عباس، أنت ممترجم، أنت معاون إليك، تمام؟ بالتالي، انشرف بيك، بالتالي، أنت شنو دورك؟ أنا حقيقة مهندس عباس حسين التميني، معاون مدير المشروع، أنا دوري التنسيق مع دوائر الدولة العراقية، تعرف هذا المشروع يقع في منطقة مزحمة جداً، وبالتالي، تداخل الأعمال مع كافة دوائر الدولة العراقية، ومع السياdollar، الضلتان، هؤلاء الكهرباء، المكاار الأمنية، الدوائر العسكري، فدوري يكون هو التنسيق مع كافة هذه الضلتان من أجل العراقية—رى مراثتهم خلال المشروع تك rek지만 هؤلاء التقنيات ضادقة دعوق الإ goodness أشكر لك جداً عباس، شكرت mkd— إنشكري. شكرياً، شكريًا، شكريًا الكثير، اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أمانة الله هذا طريقي أرجع به أنا شغلي هناك منافذ نستطيع التربية وليس هناك ازدحام ودائما تنظيف مالتهم متواصل لا نشكي عن الازدحام والشغل ليس هناك 24 ساعة أنا أفتر بالليل أفتر الصبح العمل جاري أمانة الله تتمنى أن كل المشاريع تنجز بهذه الطريقة وبنفس الأسلوب؟ طبعا إذا على هذا النمط نتمنى إن شاء الله مشاريع ناجحة إذا أنت مستفشر خير؟ طبعا مستفشر خير الله يسعدك حبيبي ما اسمك؟ كرار عمري كربلا ساكن ببغداد ما رأيكم هاي المشاريع؟ هذه المشاريع بصراحة جدا ممتازة وخصوصا الخدمة المواطن أولا قضية الإزدحامات أكيد 100% ستخفف هذه الإزدحامات ثاني شغل أنه لازم تشوف بعض الإزدحام هاليا صح فترة الإنجاز ستطول لكن تشوف أنه كعمل ومتواصل أمرات أنا أطلع بالليل حتى بالليل تشوفهم ما يشتغلون فأكيد أنه خدمة المواطنة ويخف في الإزدحامات قبل كان من السير أعمال ناس مو كليش متفاعلة وياها ما أعرف ليش هاي المشاريع حسب العاونة الأخيرة؟ أكيد يعني هو يخلي لك المشروع مثلا هيتش شيء وعنص وعافه وراح لكن هسا شنو؟ الحمد لله والشكر لا الوضع اختلف الحمد لله العراق نحو الأحسن بصورة عامة ليس ببغداد ببقية المحافظات أنت مستبشر خير؟ إن شاء الله نحن كحكومة منذ اليوم الأول أطلقنا على هذه الحكومة حكومة الخدمات وهذا ليس شعار وإنما ترجمنا إلى واقع في عدة فعاليات وجدنا أمامنا تركة من المشاريع المتلكية منذ عام 2012 وقسم حتى 2008 وقلنا اليوم لازم نكمل هذه المشاريع اللي هي أغلبها مشاريع خدمية وبنتعتية قطعنا شوط مهم في إكمال هذه المشاريع المحور الثاني اللي هو إنشاء وتنفيذ مشاريع خدمية جديدة في كل القطاعات المجارية مياه الشرب، البلدية، الطرق والجسور في بغداد كان هناك أولوية للعاصمة العزيزة بغداد بسبب الاكتظاب السكاني والنمو الواضح كانت مشكلة الإزدحامات وفك الإختناقات المرورية تمثل أولوية نسبة لتشخيصنا ولمشاريعنا المقترحة أنا اليوم أكثر شي عانى منه المواطن عندما يخرج من بيته سواء كان للدوام أو لقضاء حاجة واجب هو مشكلة المرور كيف يصل وهذه تبعاتها يعني في مجالات غير قد تكون غير منظورة حيث صرفيات الوقود، تلوث البيئة، فضلاً عن الحوادث وهدر الوقت، فذهبنا إلى أطلاق مشروع هذه الحزمة الأولى التي يضم 19 مشروع لفك الإختناقات تشرف عليها وزارة الإسكان والإعمار كانت العقد المختارة بشكل مدروس تمثل حلول لأصل الإختناقات نحن نتحدث عن كل موقع من هذه المواقع نحن نتحدث عن معاناة عند المواطنين في الحركة والانتقال خصوصاً بين جانبي الكرخ والرصافة وما يتبعهم مع المحافظات الجنوبية الغربية الوسطى إذن اختيار هذه المواقع مكان اختيار غير مدروس أبداً وإنما وفق دراسة طلعنا عليها ودققناها من خلال استشاريين وخبراء مختصين أيضاً أستطيع أن أقول وبكل ثقة أنه ميزة هذه الحكومة إن شاء الله ما عندنا مشروع متلكم وإحنا عازمين هذا المصطلح نرفعه من قاموس عمل الوزارات والمحافظات شكوا مشاريع جديدة نضع لها حجر الأساس ونباشر بالتنفيذ لن نقف أمام أي حالة تلكم وكل المشاريع اللي أتابعها أنا أشوف المنفذ أكثر من المخطط بالتأكيد هذا ما يتم إلا من خلال شركانه اللي هم الشركات القطاع الخاصة الشركات اللي موجودة اليوم في هذا اللقاء شركات معروفة وعتها عمال منجزة وبالتأكيد تنفيذ هذه المشاريع سوف يضيف إلى سجلها في تنفيذ المشاريع بالشكل الصحيح يهمنا أنه ننفذ وفق المواصفة مكاتب الاستشارية موجودة دائرة المهندس المقيم موجود والكل لديه الصلاحيات أنه يحل مشكلة ما رح نأخر الشركة لأنه نريد استفادة من الأخطاء السابقة اللي كانت الشركات قطاع الخاصة تعاني على معالجة خلال قد يحصل في أثناء التنفيذ جهات الساندة أيضا موجودة أمانة نقابل المهندسين الأجهزة الأمنية حتى نعجل في تنفيذ المشاريع فكل اللي نتأمله من الأخوة القطاع الخاص الشركات المنفذة لهذه المشاريع أن تنجز أعمالها بأسرع وقت ممكن لأن هذا تعرفون مراحل التنفيذ فيها نوع من المضايقة للمواطن اللي هو أصلا يعاني من مشكلة الأزدحامات أيضا اليوم المواطن هم شرك معاناة في التنفيذ أنه يتحملنا خلال هذه الفترة يتحمل المعاناة والتنفيذ اللي قاعد يصير احنا بالتفقيل مع الشركات لازم أكو بدائل حتى نخفف ونقلل من هذه المعاناة وهذا أمر ضروري نحن نتكلم عن مشاريع في وسط بغداد فدوام أدارس سبل العيش اللي يحتاجها المواطن في حركته فضلا عن الالتزامات بالتأكيد الطرق البديلة والمعالجات لفك هذه الاختناقات مطلوبة أثناء التنفيذ شفتات العمل الثلاثة يمكن راح تساعد خصوصا المسائية بعيدا عن ذروة الحركة قيمة المشروع بإنجازه وفق ما مخطط بالتصميم وبالمواصفة الصحية لأنه كانت واحدة من المؤشرات على المشاريع السابقة أن المشاريع لم يمضي عليها عوام مدة بسيطة وإذا نشوف التآكل والخلل الواضح في التنفيذ هذا بالتأكيد كل المهندسين حريصين يحاولون على سجلهم المهني وينجزون المشروع وفق المواصفة الصحيحة فالتأكيد على الفحوصات المختبرية وفحص كل المواد الأولية بالطريقة الصحيحة فهذا يفترض يكون حاضر أمامكم أخوان الإعزائي إذن المشاهدين الكرام في ختام هذه الحلقة من برنامج إبشر والتي صلتنا بها على هذا المشروع تطوير ساحة النسور من خلال المجسرات وكذلك من خلال الأنفاق مثل هذه المشاريع وأخرى مع الأسف بالآمنة الأخيرة تعرضت لكثير من الهجمات هنا وهناك والتقليل من هذا المنجز أريد أقول لكل هذه الجهات التي تحاول أن تتعكر من مزاج المواطن العراق الذي يستبشر خير كفوا عن أساليبكم لأنه انكشفت حقيقة وبتالي العراق مقبل على ثورة من الإنجاز وثورة من البناء إن شاء الله بقيادة كل رموزنا وكل الشخص الذين يقدمون الكثير الكثير بدءاً من السيد رئيس الوزراء المحترم الأستاذ محمد الشعال السوداني وكذلك سيد وزير الإعمار والإسكان وكل الجهات المعنية أمانة بغداد الدوائر الأخرى الكهرباء الماء المجاري حقيقةً يشتغلون بذمة وضمير وصح نحن نسمع بفترات سابقة أن هذا المشروع تلك هذا المشروع أجل المستثمر أخذ الفلوس وراح مدري وين مولى إلا أخذ مدريجية 85% من المبلغ كلها انتهت لماذا؟ لأن هناك متابعة وأسرار وأكثر من جهة راقب وتأتي وتابع العمل ميدانياً وتترك كراسيها وتنزل للميدان أهم شيء المتابعة حتى ينجح أي مشروع أي بزنز لازم متابعة بالتالي هاي مشاريع يحتاجها المواطن العراقي وفرحان بها ودهتشوفون كلية هم ده ينتظرون إنه يتم إنجاز هذا المشروع والمشاريع الأخرى التي تحدثت عنها في بداية الحلقة الأرباطعش مشروع اللي دي يشتغلون به في آن واحد لتشوفون الأنفاق شون دي يشتغلون بها حركة العمل مستمرة للشفتات بالتالي نستبشر خير شكراً لسيد رئيس الوزراء شكراً لسيد وزير الإعمار والإسقان شكراً لدارة الطرق والجسور شكراً لأمانة بغداد شكراً لكل شخص من أعلى منصب بالدولة إلى أبسط موظف يعمل بضمير وبوطنية وبانتماء وبرقي من أجل أنه يسوي شيء لذلك نستبشر خير ونواعدكم أنه كل المشاريع مشاريع الحزمة الأولى إن شاء الله نستمرين بتصويرها بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان ودارة الطرق والجسور ورح نبدأ نصور هذه المشاريع وأيضاً لننتظر الحزمة الثانية أيضاً نصورها بالإضافة إلى المجمعات السكنية اللي من المفروض أنه يتم العمل بها بأقرب فرصة وضعوا الحجر للأساس لذلك أنا شخصياً متفائل وإن شاء الله المواطن العراقي وضع كله يتحسن من ناحية السكن البار حشان أكو قرار على أساس أنه سيتم بناء ألف مدرسة نموذجية ومتوزع على كل المحافظات العراقية بدءاً من بغداد مية وتقريباً 24 مدرسة طبعاً صدرت قرارات كثيرة بهذا الموضوع قرارات مستمرة من مجلس الوزراء من أجل تغيير واقع العراق انتظرونا في حلقات أخرى برنامج إبشر في مالة ترجمة نانسي قنقر